بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم فراشاتي بش حولكم شراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبسيحها جيدة يا رب نرحب بكم في قناتكم المتواضعة ونرحبوا بجدد للتحقل القناة نقول لكم نورتوني وشرفتوني ومارحبة بكم امعنا لبنات الفيديو عن نهار اليوم شباب واكيد رح تخرجوا بحاجات تستفادوا منها عمركم لا تخرجوا بيديكم فارغين ما عندي رح ندير معاكم وصفة تجميلية بزاف كما وعدكم يعني دايما ندير حاجة لازم تستفادوا معايا تبعوا الفيديو للاخر وما تنسوش الدعم و الفيديو بجام وخلوا لي تعليقات لبنات راني فرحانة بالبزاف ولبانيتو متاني راكم فرحانين بفوز المنتخب الوطني بالصح بعد واش اكيد حتى تطلع تلات وطلع السكر وياخي المهم حاجة ما تكسرت في الدار وما كش يضربها رجلها وليقلب عليها الطابلاء و تعرفوا بليرجالتنا كل شيء كل شيء بصع لا المنتخب المحلي او المنتخب الوطني يا يما ويا يما السكتوبر انا حتى انيسو يدير فيها حالة والله العظم المهم مبروك علينا ومبروك على الشعب الجزائري ان شاء الله هالمزيد من الانتصارات و اكيد المباراة كانت في القمة والله كانت حتى الفريق المغربي اللعب يعني من قلبه يعني صح صراحة اعجبني الفريق المغريب البارح صح اللعب من قلبه ويعطيهم الصحة وان شاء الله المرة الجاية دائما كائن فائز وكائن خاسر المهم الروح الوطني و المهم خوا خوا والله يعني دخلوا البارح مغريبيات عندي في المنتدى بزاف بركلنا بالفرحة العقوبة لهم ان شاء الله ما زال عامل جاي ولا ان شاء الله تربحو انتم ثاني ونفرحو معاكم اه اه انا خياتي او اخوتي اكيد المغاربة اللي معايا في القناة حبيبات قلبه تعرفوا باللي شغل ما يخلاص اشتو انيس مخللي حتى حاجة انا في الليل جبري اذاك 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 الماييس انا شغل لي واحدو وعمار باسينا وقعد لي في شنبراتاعي واستخلوا كل اشياء وعلى المهم اجعلت اهم يتعبوا رايهم الصباح انا خرجوا با كريم الضار بقيت انا واحد انظر كل غولة المهم يعنيوس انا يا لبنات شديت شغل امزيه كانت الحاله برصاحيا ولم كفى لنا باللعداف ولم يقفى لدي عندنا Whisperug الريح لا يوجد الريح الريح هو الذي يغبني يخلعني الريح صراحة المهم لبنات خرشت الزرابة خرشت الفراش فتحت تواقع تهوات الدار لتنسيق مصحة خفيفة لا يوجد شرط نسيق تزرزقت بالجماعة لبنات البارح هناك الكثير من التعليقات عن دائرتها في الدار لديك الحمرة لا تبقى لا يوجد شرط لديك الوين تفضل في بلاستها قلت لديها باللون الأبي حتى نبدلها و رحنا نبدلها بشكل سكتو برك لديك فقط و سنبدلها سوف نبدل هذا المراسب بيضة و فضية هل انها تنظر حامره او نظر براسة فانسي اخلاص خلاص 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 اخلاص خلاص اخلاص كم عمل بوشي و لا نعرف يا لاطف صح تحرك كل خط لي بس كده السبغة كانت كده محيطة و اننا خمسة سنين اخلاص المهم يجب ان احترام اعطيكم ان تحتموا كامل ان شاء الله نبدلها عن قريب ان شاء الله ياربي هذا العام مدتش عندي ان شاء الله المهم لبنات الشغل ما يخلاص اليوم ما عنديش شغل بزاف خاصة ما عنديش الفطار نحن نحق الروحي بما انه هما مهمش في الدار راحوا اما لا انا راح نحق الروحي مزي ما درتش في الكوزينة بزاف نقيت هذا السالو انفط شوية غبار ومسحت شوية غبار كيما العادة والعوايد ايام بديك راح تطلت شوية في روحي شوية ماسك وان شاء الله يعجبكم تبعوا الفيديو للاخر هنا البنات هذا الرنج الرنج ماشي هذا كينزوج انواع ان شاء الله راح نخدم به معجون هايل بعد يومين ولا ننزل لكم الفيديو تاو على خاطر هو فيه مراحل واكيد راح نمدلكم كامل التفاصيل ان شاء الله هنا البنات بعد ما كملت كل حاجة انا راح ندير هذا الماسك انا نحبه بزه 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 انا يعجب بني بالعرعار يصفي الوجه و يغذي الوجه و ينحي تجاعيد و في ابك نهار ينضير ريحات و المعروف انه العرعار السحي بالبزه و هناك العرعار نصحن نستغلوه نشربوه نبخروه و نديروه و نديروه بخار نديروه معه الكاليتوس و نديروه معه الحلحال و نديروه سربيته و نبخروه و هكا مليح بزه ينحي الكور هنا المهم حبيباتي كما كنت تشوفو عندي عرعار يابس غر بلدو نتحصل على هذيك الغبراء الرقيقة بالنسبة لي ما يعرفوش هكا في الغابة ما يعرفوهش ولا تلقاوه عند العشاب الشريوه عشالالف جيب لكم كميه كبيره تعال عرعار ولا في الغابة راهو على الطريقة لو كالي روحوا العرعار هنالبن احنا نشربوه صراحة بزا بزا في الامتاعي وكامل شوفوا البنات تحصلت على هذ الكميه عندي الهنا المكوين الاساسي البن شوفوا البن والعرعار انا هذي الوصفة يا لبنات نديرها بزف فشتة هكا تبيض اللي تنحيلي كامل هذو كلي طاشتة كما كنت تروح للبحره كامل هاي لأنا وبنتي منين داك نخدم كميه كبيره ونخليها في الثلاجة شوفوا لبنات نخلط نخلطها مليح ونخليها على جيه التخمر عشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة ولا حتى نرجع لها فهمتوني نخلوها تخمر باش هذيك العرعار يتنفخ ويطلق الفوائد التاعه كامل لبنات انا اليوم حبيت نوري لكم هذا المستحضر الطبي كما تعرفوني نحب نفيدكم بحاجة طبيعية الحاجة اللي تفيدني نفيدكم بيها لبنات هذا بخاخ مطاهر يطاهر يلطف ويحمي طبيعي مياه في المياه ومخدم من الفضة الغراوية اللي حبتها تدخلوا لجوجل لبنات هذا المنتوج مزال يعني احتلقوها عند الصيدالية بصح ماشي كامل عندهم لي مهتما نقول لكم على الفوائد تاعوا يا البنات وانتوا ما تقدروا تحوسوا عليه ولا هزوا الصورة تاعوا الاسم تاعوا واروحوا عند الصيدالي هما يجيبوا لكم راح بزاف ينفع الكورونا يعني لي يدير هاذ البخاق الكورونا كامل ما تدرج بها بهم وثاني لبنات انا الوشغاني نستعمله للإحميرات تاع اثار الصدافية البنات يعني لي عندها اثار تاع الحورق والصدافية والإكزيمة وايضا البنات راح مليح بزاف الفطريات الارجل انا جربته يعني كانت عندي اصبع فيه فطريات يعني تعرفوا كيف يبدأ ذيك الحكة وكامل والله يضربة واحدة وايضا عندو اثار تحب الشاباب راه روعة البنات تجربوه يعني حاجة كي نقول لكم عليها اما راه تفيدكم اكيد راح تفيدكم وكما قلت لكم ما زال يعني الصيداليات ما زال ما عندهم ش كامل شوفوا يعني الاسم التاعوا سيل فيرال بيو دبل بلوس البنات نخلي لكم الرقم تاع الهاتف يعني تقدرو هكا اللي حبوا يجيبو لكم الولايات تاعكم ولا خطر راح يعني كمية محدودة فقط راحي عند الصيدالية هذا تلقاوه عند الصيدالية ماشي عند العشاب كما نقول لكم منظريت راحوا عند العشاب ولا نكتب لكم الرقم تاع الهاتف وصور لكم صورة تاعو نحطها لكم في المنتظر اكيد راح يفيدكم يا البنات وفيه بزاف فوائد وان شاء الله المرة جاي نزيد ونحضروا عليه ونزيد انا ثاني نعطي لكم النتائج على وش راني نستعمل في هذا المستحضر الابنات هنا حبيباتين عودوا رجعوا لهذه الخلطة اللي قد نقدرناها العرعار تعافوني باللي انا نظر غير مع الحاجات الطبيعية الابنات شوفوا بعد ما خليتوا راح واحد خمسة دقائق بداية تنفخ وبدأ يشوفوا بداية يختار هذا العرعار يعني تفاعل مع هذا البن وتنفخ الابنات نخليه نزيد واحد نساعة نديرو في البشرة تاعي حتى واني نشف تماما بسحكينا ملاحظة كاين اللي داروه مقبل قالوا لي دار لنا احميرار كي دير لكم احميرار يعني راهوا كاين تفاعل يعني حاجة عادية انا تاني كين ديرو في البشرة تاعي واللي حمر حمر من بعد كين نغسل ندير المبارد البشرة تاعي تولي عادية هكذا البنات ديروه نص ساعة هكذا كوغسلوا وجهكم ودوموا عليه ماذا بيكم تديروه زوج مرات اثمرات في السماء الابنات هنا سنبدأ ننقي هذا الرنج اللي جبتوه هنا حبيت نوري لكم الفرق ما بين هذا الزوج شوفوا الابنات هذا الصغيرة هذي نلقوها في الطريق يعني ذيك تشينا المرة وهذا الكبير الرنج الحقيقي يعني الاصلي للاساف بقيت جنينة واحدة تاع هذا الرنج في بلادنا وان شاء الله كندير لكم المعجون تاعو رح نوري لكم الجنان هذي ونوري لكم كيفه ونزيد نفاهمكم ونقلكم ونرحي حتى هذه الجنينة اللي بقيت في هذي الاشجار تاع الرنج المعجون تاعو يجيب بثاف هايل البنات لهذا كل اخر تاع العرعار تقضوا تخدموا كمية كبيرة وحطوها في الثلاجة وكل صباح ديرو يعني ننقلوا مستبت الخميس ديرو بالعكس نحيا دوك تجاعد الارقاق وبثاف مغذي انا نديرو هكا ثث مرات ربع مرات كنحب نخدم 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 كمية مليحة ونحطها في الثلاجة كل صباح اندير لبنات بصحك تحبو تديرو اليماسك نقيا والبشرة غسلوا مليح ونحطوا تقشير بالزيت والزيت والسكر وخليوها تريح واحد نصف على البشرة ونحطوا نقيا ونحطوا النتيجة المهم اللي بنات هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله ياربي تستفادوا منه يالو كان بحاجة صغيرة وخفيفة المهم متخرجوش بيديكم فرغين حبيبات خالبي قلقين نقلكم تهلافر واحدة وننسوش دعموا الفيديو خليوا لي تعليقات تاعكم وحبيتكم تحكو لي كامل واسرع لكم البارح كي كنتوا تتفرجوا في هذه المباراة اخلايا ولبكانة مادرتوها لما بكت ما ندبتها المهم اللي بنات تهلافر واحدة اخمت لك في بيديو اخصا